والذي نستهله بشأن الأمنية وفي عمليتين منفصلتين تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالسبعين بولاية تيارت من حجز 100 قنطار من مادة الشغير وفي عمليتين ثانية تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحمدية من حجز 3360 علبة من السجائر أجنبية الصنعة ماركة جديدة كما تم ضبط 600 واحدة من المشروبات الكحورية حيث كانت التهم المتاجرة بدون رخصة وانعدام الفوترة ومارسة نشاط تجاري دون سجل تجاري في وقت استمر التحقيق مع المتورطين التغضير ديار بن داود في عمليات منفصلة تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالسبعين مجموعة تيارت من حجز 100 قنطار من مادة الشغير كما تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالحمدية مجموعة تيارت من حجز كمية محتبرة من السجائر مقدرة بـ 3360 علبة أجنبية الصنع و601 من المشروبات الكحورية مختلفة الأنواع والأحجام رفعت ضد الأشخاص المتورطين جنحة انعدام الفوترة ممارسة نشاط تجاري قار دون القيد في سجل تجاري حيازت مشروبات كحورية بدون رخصة قصدة المتاجرة التحقيق متواصل بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة إقليمية ترجمة نانسي قنقر